بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والسلطة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله والي وصحبه ومن وله اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنة ولا كمبيوتر برعاية موقع تعلمه وفكرة وتقديم محدثكم مبراهيم عبد الحميد منتهج واغراب احمد شفيق نبي البيانات اه موضحة امامكم على الشاشة اللي من يريد التواصل اه هنخش في مرحلة جديدة من سلسلة سنقول لكم بيوتر النهاردة وهي مرحلة لحد ما علمية يعني طبعا انا وصدتني اه رسالة كتير من الناس اه مشكورين وتحورت مع الناس على الشات وناس بعتيتلي على الميل وكزلك صحابي وناس اللي عرفهم اه اه ناس كتير علقوا على السلسلة وناس ابدوا تحفظه وناس اه شكروا فيها ومدحوها طبيعي يعني زي زي اي حاجة فان شاء الله احاول جاهدا ان انا اخذ بقراء الجميع واخلي السلسلة متوازنة بحسنية مش تضي جميع الاطراف لان اكيد اه غاية اه رضا الناس غاية لا تدرك بس اه كل الموضوع ان انا حاول ان انا يعني اوصل لان اه اه اشبع حاجات طبقات مختلفة من الناس بمعنى ان انا ممكن الكمبيوتر دا يستخدمه واحد ثقافته اه ضعيفة او واحد اه خلفيته بتعامل مع الكمبيوتر ضعيفة فمحتاج الكلام يبقى بالعامية او ببساطة او محتاج الكلام يبقى عمل قوي كذلك ممكن اللي يدرس الموضوع دا او اللي يتفرج على الفيديوهات دي يكون بيدرس كمبيوتر في كلية او في الجامعة او في المدرسة فيكون بيتفرج عليها بنحية علمية شوية فانا حاول اوازن ما بين الناحيتين ونرضي جميع الاطراف ان شاء الله فالنهاردة حلقة جديدة ومهمة جدا اه وهي هتبقى اه من محاضرة لدكتور عاطف حرائي في كلية الصيدلة جامعة او زخزيق هو كان عامل باوربوينت اتاق في احد السنوات اللي هو بيدي فيها لكلية او كمبيوتر فهو كان عاملها تقريبا لسنة اقوله صيد الله فانا ازنت الدكتور في ان انا ان شاء الله اشرح اشرح الباوربوينت وهو مشكورا يعني ربنا يبركلينا فيه اه تفضل مشكورا بالموافقة اه الحاسب الان طبعا هي اسم المادة بالنسبة لهم الحاسب الان في الاول في شوية حاجات اه عادية الدكتور طبعا عاطف حرائي واستاذ مساعد بقسم الهندسة الانشاية كلية الهندسة ربنا يبركلينا فيه ويطاولنا في عمره يا رب ويعينه على كل خير ما اهمية الدراسة بالحاسب الان طبعا الحاسب الان في الوقتي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا لكن تتمثل في اهميته مجالات استخدام الحاسب الان في العمل ودي اهم صوره العمل في حاجة اسمها تصميم التصميم دي الحاجة اللي بيعملها للمهندسين اه قبل ان ننفس اي حاجة او قبل ان نخليها على الارض الواقع لازم تكون مرسومة ومعروف مواصفاتها ومعروف شكلها قبل ما تبدأ فيها بشكل كامل لازم لازم تكون مخلص موضوع التصميم ده ومتطمن تماما ان هي لما تيجي تنفس عرض الواقع حينفع التنفيذ طبعا يستخدمون في المستشفيات ادارة المستشفيات المرضى يعرفوا ارقام المرضى حالاتهم المريض ده تاريخه اه تاريخه المرض ايه حصلوا قبل كده المصانع طبعا ادارة المصانع والمنتجات والمخازن والدخل والخارج المخازن طبعا معامل التحليل اكيد طبعا لو حدك بتروح معامل تحليل هتلاقي بياناتك موجودة على الكمبيوتر وتاريخك اذا كان لك سابق امراض واذا كان لك سابق تحليل عندهم ادارة الاعمال حاجة مهمة جدا ونبرمج ادارة الاعمال برمج مهمة جدا الصيدالليات اكيد طبعا لو بنروح اي صيدالليات للاقيه الرسومات بنلسم به رسومات اه قوية للغاية البنوك والترجم طبعا كل الحاجاتCIحن نامسها في حاجاتنا لما نروح اي مكان من الماكن الماسكوها دي من الكمبيوتر موجود مجالة استخدام كاته الماك Not Ranger لا يحتاج ان يريد شخص يatanعم قليل جميل مع عادة مدينة واحدة يتعلم ويدرس بشكل ذاتي. الحاجة مهمة جدا. الاتصالات ده واضح في حياتنا قوي. علم الفضاء والمكتبات والتعلم. ده الكمبيوتر يعني اه كمبيوتر المستقبل. بيقولون ان الكمبيوتر هيبقى على الشكل ده. هو ده اه الشكل ده تقيبا موجود دوقتي. الكمبيوتر الوقت بشكل النضارة ده. وهنا لما نبص في النضارة بتشوف هنا الصورة بتتفرج عليها هنا في النضارة وهنا السماعات آآ ستيريو. وبتتفرج وبتحكم في الصورة من هنا. من ده ده. طبعا الصورة سري دي يعني سلاسية الابعاد يعني بشوفها آآ طول وعرض وعمق. فالشكل ده اصلا موجود دوقتي. بس هما بقولون ان هو هتطور وهيبقى الكمبيوتر بالشكل ده آآ 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 يعني. ده توقعات. من حقا ده ما يميناش في حاجة. بيتكلم طبعا عن صورة التطور. طبعا ده المنهة الجزاء ما هو كان ناوي. يشرح له من سكيدو. اللي هو كان ناوي يشرح عليه. المقدمة بقى. الحاسبات. بتنقسم من حاجتين. يعني الكمبيوتر دعبرا عن حاجتين مطلسقين في بعض. المعدات اللي هي الهارد وير. والبرمجيات اللي هي السوفت وير. المعدات يعني كل الاجزاء المادية في الكمبيوتر. حاجات اللي انا بلمسها بعيني وبشوفها. قصلي بلمسها بايدي. بلمسها بايدي وبشوفها بعيني. والبرمجيات الصوفت وير. الحاجات اللي موجودة جوه شرشت الكمبيوتر لما بتعملنا عليها البرامج. الحاجات اللي انا بسطها بها وبشيلها وبفكها وبحطها كل دي. ده الهارد وير وصوفت وير. حتين دعب يتلحموا مع بعض. التلامحهم ده يشبه يشبه الحد كبير بس هو ما ينفعش نشبهه. بس هو زي تلاحم الجسد مع روح بحالة الانسان. يعني انسان جسد وروح. الجسد ده بننمسه. الروح دي ما بننمسه ولا بنشوفه ولا نعفها هيته. فالفكرة اللي قامت عليها الكمبيوتر فكرة مشابه. بس طبعا التشبيه ليه جوز. لان ده خلق ربنا سبحانه وتعالى. وده من عمل انسان. فلا وجه للمقارنة اصلا. بس احنا بنوضح المعنى عن طريق المثل ده. المعدات الهاردوير. اه هنبدأ اولا في انواع الحاسبات. عندك الحاسب الكبير اللي هو السيرفرز اللي هي الخوادم. يعني الكمبيوتر كبير وضخم بيشتغل عدد ساعات كبير جدا. بيشتغل عدد ساعات وايام متواصلة. ما بيطلفيش خالص غير في ايام الصيانة. البرسونال الكمبيوتر اللي هو البي سي. الكمبيوتر اللي انت اللي حضرتك قاعد عيد وقتي. اه اللاب توب. بدوات اشهد تات انواع فيه. اكبر من السيرفرز دي فيه فيه حاسبات اكبر واضخم اسمها المين فريم. المين فريم دي بقى حاسبات تستخدم مثلا في وكالة ناسا. في اه محطة اه اه بتاع النووي. اه مفاعل النووي. في حاجات حاجاتنا الضخمة اوي. انما السيرفرز دي هتمكن ان حضرتك تشتريها يعني عادي مش السيرفرز ده اه غالية شوية صح بس اه بس اه بس اصدف المتنوع اللي يعني موجودة واللي السيرفرز دي اللي بيتحط عليه مواقع الانترنت. اللاب توب. طبعا مقاومات الكمبيوتر زي ما احنا شايفين. اه الشاشة. السيستم يونت. لوحدة النظام اللي احنا بنقع عليها الكيسة بس الكيسة هي اه اله 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 الوعاء نفسه. انما ما بنقولش على اللجواي. يعني ما اقول كيسة يبقى انا اصدع على الوعاء ده من غير محتوياته الداخلية. انما بمحتاج الداخلية باسمه سيستم يونت. اه طبعا يا قصلي ان الكيسة بتيجي فاضية من جوه. انا اللي بملاها بحضت في الماثر بورد والبروسيسور والرامات والحاجات اللي جوه دي. فاعد كده عندي ده كيبورد وعندي ده الماوس. نقص طبعا السماعات في الجهاز اللي قدامنا ده. فانا عندي دوقتي وحدات اول حاجة وحدات ادخال. يعني ايه وحدات الادخال? يعني وحدات بندخل بها الداة للكمبيوتر. يعني انا مسلا عايز اكتب اسمي. بدخل اسم ده عن طريق ايه? عن طريق الكيبورد. وعن طريق الماوس. مسلا عن طريق المايك. انا بتكلم ممكن ادخل اسمي للكمبيوتر. تمام? عن طريق الماوس برضك ممكن اه في قلب الكمبيوتر في قلب الويندوز. اه ممكن اجيب كيبورد في قلب الويندوز نفسه. وانا لو ما عنديش كيبورد على الحقيقة اجيبها في قلبي الويندوز وقت باسمي فانا عنده الماوس وعنده الكيبورد وعند ايه الحاجات لان بدخل بقية كمان كان المايك قلنا اا غير كده في وحدات وحدات الادخال اسمها انبوت ومسطق OS وزي الشاشة احنا قلنا مسطق واحدات الادخال كما اذا ماولنا اضافلة لاتخال زي الماوس والكيبورد وحدهت الاخراج الاسم زي الشاشة .الشاشة idee وهو وحدات اللي بتخرج لي الحاجات اللي انا دخلتها فاشوف اسمي على الشاشة اسمي و هو بيطلع من المايك فمعصدي من السماعات اه يبقى الصورة من صور الاخراج وحدات النظام اللي هي system unit اللي هي هنا ديت بيتمى فيها عماية المعالجة يعني عماية المعالجة ديت زي ما انا لما بجأة صنع اي حاجة بطمئ لبطالة مراحل يعني مثلا لما بجأة صنع الخبز لما بجأة صنع بطمئ لبطالة مراحل احنا حقا الاولى ان هو قدقيق فمعملوا عملية ادخال للمكنة او للحاجة اللي بتصنع الديق ده بتحاول له عجين خلاص فعملية العجين دي عمالية معالجة للديق بضيف له مية وبضيف له مكونات معينة عشان يبقى عجين بعد ذلك ادخله في الفرن ده استكمال عمالية المعالجة بعد ذلك يخرج من الفرن عمالية اخراجها هي يخرج من فرن خبز يصلح للأكل فالفرن بالنسبة لنا او المكان اللي بيتم فيه طهي المعلومات انصح التعبير هو system unit المكان اللي بيتم فيه ادخال المعلومات يعني كأنه بدخل الدقيق هو وحدات ادخال input devices المكان اللي بيظهر له في الناتج النهايي هو output devices الوحدات الاخرى وحدات الادخال زي ايه؟ زي لوحة المفاتيح كيبورد كل اللي نقولها دي وحدات ادخال input devices input devices وحدات ادخال keyboard لوحة المفاتيح الفارة input devices وحدات ادخال الفارة mouse الماسع الضوئي الماسع الضوئي مناخد صورة صورة حقيقية انا متصورها او كتاب او اي حاجة الماسع الضوئي عايزة دخل شكلها جوه كومبيوتر ادخلها بالضبط وتبقى معوضة والدامة على الشاشة كومبيوتر فبحطها في قلب الماسع الضوئي ده بيعمل منها نسخة بدخلها جوه كومبيوتر بيعمل منها نسخة بدخلها جوه كومبيوتر بعد كده بحشيل الورقة بحتفظ بها طبعا اه ما لنجدعو بها انما بقى عندي نسخة على الكمبيوتر ممكن ابعتها للوحد صاحبي ممكن تتعامل معه في اي تعاملات. الالم الضوئي ده الم بتتعامل مع الشاشة به. يعني الشاشة بتبقى الشاشة عساسة. محتاجة الالم. اضغط بالالم. الالم ضوئي ده موجود في مبالات كتير. اظن ان في ناس كتير تشاهدته. موجود في مبالات ان انا ممكن بدل ما اضغط على الزرارة بتاع الموبايل اضغط على الشاشة نفسها. هنا كذلك بدل ما اضغط على الكيبورد وممكن اضغط على الشاشة. بعد كده الجويستيك. اي صورة من صور اللي بنسميحنا عنها في مصر الدراعات. اللي هي دراعات اللي بنعب بها. من ضمن صور الدراعات ديت الصورة اللي قدامنا ديت بالشكل ده. بس طبعا اي صورة تانية من صورها ممكن تبقى على شكل اللي هي اه ديركسيون او عجلة القيادة بتاع العربيات. ممكن تبقى على اي شكل من اشكال يعني. الشيكات بتصنع منها اشكال كثيرة. كلهم اسمهم الشيكات. المايكروفون زي المايكروفون اللي انا بكلم منه اه بكلم حضراتكم منه. آآ كاميرات الويب. الويب كاميرا. كاميرات الويب دي هات كاميرا بحطها جنب الجهاز بتاع الكمبيوتر بحس ان انا لما يكون قاعد على الكمبيوتر وعايز حد على الطرف الاخر انا بكلمه. يشوفني آآ يقدر يشوفنا. في بعدها حاجة تانية اسمها ديجيتال كاميرا. دي كاميرا عادية خالص. انا بصور فيها يعني بصور بروح اي حتة ممكن اروح الصحرى واصور الصورة اللي انا عايزة سواء فيديو او صورة ثابتي واهم جايبها عايز احطها عالكومبيوتر. الكاميرا يشتغل بوظيفته انا لما اصور في اي حتة في الدنيا اه ارجع احط الحاجة اللي انا نصورتها عالكومبيوتر. إنما الويب كاميرا لازم يبقى هدى عالكومبيوتر. يعني الويب كاميرا دي بتشوف الفتحة دي انه ده من الفتحات بنسميه الوصلة دي بنسميها الوصلة فلازم اليو اس بي ديتمقوا متوصلة بالجهاز على طول لانما الكاميرا دي ما بتشتغلش اصلا لو هي مفصولة عن الجهاز يبقى ملاش لازمة هي لازم تبقى انت عاد عالجهاز بتوري الناس التانية انت عاد عالجهاز بتوريهم اللي عاد عالجهاز انت بتكلمه عنات مسلا بتوريهم شكل لانما ديجلت الكاميرا دي كاميرا بتجيب الصورة بندخلها جوه الجهاز لو انت صورتها في اي حتة تانية بعد ذلك قار الشفرات الرقمية البر كود ريدر ده بنعمل شفرة وبنخليه يقرأ الشفرة دي بمعنى ان انا مثلا عملت نوع معين من المنتجات مثلا عملت صندوق مكتوب عليه واحد اثنين ثلاثة ودخلت جوه الكمبيوتر ان واحد اثنين ثلاثة ده مثلا صندوق باسكويت ما شيف هو اول مرة واحد اثنين ثلاثة هيعرف ان هو صندوق باسكويت من غير ما انا اقول له ده بيفيد فيه في المصانع وفي المخازن ان انا بعرض وممكن يبقى موجود منها احد تطبقاتها اللي هو موجود في السيداليات اللي هو كل ما فيه حاجة تخرج بيعرضه بس الرقم اللي موجود عليها للبر كود ده بحيث ان انظام المخازن يعني اللي بيسحب من المخزن او اللي بيصرف او اللي بيتباع ده فيه دايما رقابة دايما عليها قرأ البصمات بحط بصمتي في اللي هو الفينجر بريند ده بحط صابع عليه بياخد البصمة بتاعتي له تطبيق لطيف في اللابتوب اه ان انا في بعض اللابتوب اه اه اجلسة كمبيوتر محمولة ما بتفتحش غير لو كان الشخص اللي عمل لها البدل ما بحط بس وورد فيها بحط بفتحها بالايه بالفينجر بقرر بصمات ده ببقى فيه مكان للبصمة لو لو حد تاني غيرك حاول يفتح الجهاز اه طبعا بصمتها تختلف عن بصمتك فالجهاز مش يفتح خالص لوحة الرأس من جرافيكستي اه 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 اللوحة دي بأجرسم هنا الرسمة وبتقش جوة كمبيوتر يعني فيه سلكاها بتت کے بعدها تقوم الكمبيوتر الرسمة اللي انا برسمها هنا بتقوم رسمها اه 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 لغا بان بده Unter ا juga de Minnie قلنا مسبقا طبعا اه الشاشات او تعرضنا اجزاء من البور بوينت ده على فكرة اه قبل كده في السلسل نورا كمبيوتر اه الشاشات قلنا نوعين مشهورين جدا الالسي دي والسي ارتي الشاشة الالسي دي دي بنازل نها شاشة رفيعة ملهاش عمق شايف ديت شاشة عميقة فبتحتاج مساحة اه على على الديسك او المكتب اللي انت اعد عليه انما العمق شاشة اللي بتوناها في عم yay بتحتاجش مساحة وابقى شكلها احسن وسوريتها اوضح واجمل يعني منحيس كل حاجة الشيشaa ה الالشي دي الاشاعة اللي طالعا منها اقل من الاشاعة المضرة اللي طالعا من الشاشة اسي قلنا من ناحية الحفاظ على اين او من ناحية الحماية الالسي دي احسن في حاجة تاني يق為 الاسمها اللي اا هذه شاشة معمولة بتقنية تانية وفي حاجة اسمها الساعة البلازمة معمولة بتقنية تانية غير تقنية ال LCD بس قصد انه في انواع مختلفة كلهم رفيعين يعني بس اشهرهم واحسنهم LCD حجم الشاشة ده منقيسه بالبوصة بالانش حجم الشاشة منقيسه بالبوصة قولنا الشاشة 17 بوصة 12 بوصة 15 بوصة غالبا لما بنقيس الشاشة منقيسها قطريا يعني بنقول ده 17 بوصة بانا قصد على ده لو جبت مسارة والاخرية 17 بوصة هلاقي ده تقريبا 17 بوصة غالبا اغلب الشركات بتقسها كده اه انما اه ما بيتقس زي ما الناس مضوقها ان انا بقسها اه العرض الناس بتفتك العرض طبعا الشاشة كل ما كان شكلها مستطيل كل ما كان احسن يعني الشاشة كل ما يبقى شكلها مستطيل يعني الشاشة لو هي مربعة ده ده شيء سيء انما كل ما يكون مستطيلة كل ما يكون احسن زيك لقى بعض شاشات الاسي دي شكلها مستطيل زي ما انا عمل كده شكلها غريب جدا يعني ولو حضرتك قعدت على شاشات كتير هتلاحظ فعلا الفرق بعينيك ان الشاشة المستطيلة صوتها اروع طبعات البرينترز طبعات عندنا منها كزا نوع من نوع الطبعات اول حاجة دوت ماتريكس دوت ماتريكس ديت ما بتستخدمش غير في بعض الاماكن الحكومية والحاجات اللي زاديت بيستخدموها عشان في ميزة مميزاتها ان تزوير بتاعها الى حد ما صعب انك تزور حاجات اللي ما اطبعها بالدوت ماتريكس ديت بيبقى عليها سرية ويبقى عليها حاجات بتصعب عملية التزوير ده سبب من اسباب الاستخدامة اللي هي الطبع اللي انت لما تقف جامعة تلاقيها بتزن اللي هي بالتكتك كده زي زي квلكاتبة تلاقيها بتطبع عداء تعمل اسواد بعد كده ما اللي هي الطبعة الحذه الطبعة الحب ده بحضتك هو هواكى وتطبع الطبعة نفس الطبعة فيها لايزر وفي قصدي فيها أبياد وسود وفيها الوان يعني دي تطبع أبياد وسود الوان انا لو انا بطبع لجاز الكمبيوتر بقول له اطبع لي الصورة دي أبياد وسود أو اطبع لي الصورة ديت ألوان اطبع لي الكتابة ديت أبياد وسود او اطبع للكتابة ديت الوان. الليزر ده نوعين. فيه ليزر ابيض وسبب ده المشهور اوي اللي موجود في كل حتة واللي احنا منطبع به غالبا في اي مكتبات اللي احنا منطبع بها او اي مركز من مركز التصوير والطباعة اللي موجودة. وفيه كمان ليزر الوان بس الليزر الوان بيبقى في اه مشاكل الاقتناء وبيبقى محتاج بعض التصريحات الامنية. لان ممكن عن طريقه تزور فلوس بشكل او واخرهم. بس فيه اماكن متاح فيها يعني استخدام دول في العالم بتستخدمها عادي جدا. وفيه اماكن محزور استخدامه شوية. لزر. آآ اللي هي الطابعات اللي بيطبع بها الرسومات الضخمة او الحاجات الصور الكبيرة او الي يالبوسترز والحاجات اللي من النقاها متعلقة مسلا على الممحلات. ومن النقاها متعلقة في اليوفت ومنها الحاجات ديت. وكذاك رسومات الاندسية. بعض الرسومات الاندسية بتقاها ضخمة جدا فما يتحتاج تتطبع. تطبع على آآ بلوترس اللي هي طبعات الرسومات واستخداماتها المختلفة. السماعات دولة الاثنين اسمهم السبيكرز. انما اللي في الوصف ده اسمه الساب ووفر. ساب ووفر اه ده مجسم الصوت يعني بيحاول يديك نوع من انواع تكسيم الصوت لان ده بعض الناس بتعتبر تحلية للصوت او جودة. اه ليه احسن ما يبقى الصوت اه بيبقى يعني مش 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 زي الصوت الطبيعي. لما بتسمعهم من السماعة ما بيبقى ازاي الصوت الطبيعي. لو انت سمعت وسماعات بس. انما الساب ووفر بيديك احق بانه ايه? انه صوت مجسم. بعد اجده الهيد فونز. سماعات اللي بنحطها في ودنة واحنا بنتقلم مع اي احد. طبعا السماعات ده بتخليك انت بس لتسمع. لان السماعات ده على ودانك. اه غالبا في الاماكن العامة اللي فيها اجهزة الكمبيوتر في مكتبات الكبيرة ولا حاجة اللي فيها اجهزة الكمبيوتر. مسلا مكتب اسكندرية ولا روح في مكتب اسكندرية لا يكون واحد اجهز الكمبيوتر. طبعا ممكن يحتاج يشغل حاجة صوت. فهو لو شغل حاجة صوت وكلنا مسلا عادينا عامية جهاز الكمبيوتر كل اصوات تطوش في بعض. فالسماعات ديات بتبقى مفيدة جدا في الحلقة ديات. انه كل واحد بيبقى على جهاز بيسمع الحاجة اللي هو على جهازه هو الواحده فقط. وعدة النظام بالسيستيم يونت هي دي الكيسة اللي انا قصد عليها. الكيسة لما بتيجي بتبقى فاضية كده. ممكن يبقى فيها باور سابلاي في المكان ده ببقى فيها ايه باور سابلاي في المكان ده؟ بقى فيها باور سابلاي اه غالبا يعني. انما ده ما يسمع بالكيسة انما بعد ما يتميل ويتحط في محتوياتها بحاجة اننا بنسميها مش مش كيسة باقي المفروض السمع سيستيم يونت وحدة النظام. ده شكلها وطبعا دي صورة لطيفة جدا عليها مكوناتها وتوضيح كل مكون واللي موجود جواها والشكل. فعندنا حاجة اسمها الدي في دي اللي بنحطه في استوانات الدي في دي. نفس شكل السي دي بس استوانات الدي في دي طبعا قلنا مساعتها بتبقى اكبر. اه عندنا حاجة زي الهارد. او. الهارد اه الهارد ديسك درايف. اه ده طبعا هذا الهارد اصلا بيتكون من جوا من مجموعة استوانات واحيانا في الهاردات الحديثة بيقى من نص سوانة واحدة. يعني ايه سوانة واحدة بيقى على مساحة كبيرة هي هي بيتمثل مساحة الهارد. بس ده الهارد من جوا. ده ما انت لو شفت الهارد تشوف شكله وهو متعلم متعلم بيبقى شكل عادي يعني. خلاص. طبعا الصورة ديت يعني مش هينبق نشح عليها لان الشكل فيه زحم قوي. اه هنا ممكن يكون اوضح شوية. فيه هنا تلاقي في الجهاز دايما فيه اكتر مروحة. فيه مروح عامة. ادي مروحة منهم اتنين تلاتة. الجهاز ده جاي للتهوية ودي حاجة مهمة. ان الجهاز لازم يبقى فيه يعني فتحات تهوية. ان الجهاز دايما فيه اه اه فيه فتحات كده او اه او يعني حتة مقصوصة اه من من الحديد المغطي عشان يعمل تهوية. وفي نفس الوقت لازم استخدم اه مروح. طول ما المروح دي بتبرد للجهاز بشكل احسن طول ما اه ما كفاءة الجهاز بالتانيها علي. بلا انا جوه الباور سبلاي له مروحة الوحدة. جوه الباور سبلاي الشيكة اللي مصنعها بيصنع له المروحة بتاعته. بلاي انا البروستسور اللي بيبقى دايما تحت المروحة دي. فيه مروحة مخصوصة البروستسور وانه البروستسور اكتر قطعة في الكمبيوتر بتسخد. نتيجة انه اكتر قطعة بتعالج البيانات. البروستسور الاصلة اسمه سينترال يعني واحدة المعالجة المركزية. يعني المكان اللي بيتمين فيه عملية المعالجة لذلك احنا بنعتبره هو مخ كمبيوتر او عقل الكمبيوتر انه هو المكان اللي بيفكر. المكان اللي بيعالج. خلاص. اللوحة الكبيرة دي اسمها الماثر بورد او المين بورد او interpretation. اللوحة الامة. اللوحة الامة دي لها عبارة عن الهيكل العظمي للكمبيوتر. يبقى لو قلنا ان ده هو المغرق كمبيوتر واعين الكمبيوتر فالهيكل العظمي للكمبيوتر اللي بيوصل جميع الاج fade joins. وهو فاد الاهيكل العظمي لنسبة الانسان ايه? انه بيضبط كل الاجزاء للانسان مع بعض. الان هو الخلق دي مرتبطة برجله مرتبطة براسه كل حاجة متركبة عن طريق الهايكل العظمي وبيحافظ على ان الانسان يبقى متناسق او يعني ما يبقاش الانسان لو كان انسان من غير هيكل عظمي ما كانش يقدر يقف ولا يقعد ولا يتعامل فكذلك الماثر بورد بتقوم بنفس وصيفة الهيكل العظمي وبنلاقي فيها حاجة اسمها اكس منشا سلوتس هنا يعني فتحات توسعة بنحط فعلا واحنا اشترينا كروت جديدة عايزين نحديس الجهاز ونطور امكانياته بنحطها هنا هنلاقي ده الهارد الجهاز ده قدامنا فيه تلات هارداته واحد اثنين تلاتة هنلاقي فيه حاجة هنا اللي هي الدي في دي ممكن نلاقي فوق كمان هنعرف فرقٍ من الصوت الدي فيدي والصوتца ده شكل الكيسة مينجو دي كيسة اقدم شوية طبعاً الكيسة امار بمراحل مختلفة احنا بنعتبر الكيسة مار بمراحل المختلفة هي مراحل تطور بروسسو دايماً يعني نعتبر ان اجيال الماذبورد طبعاً مش الكيسة ان اصدع الماذبورد اجيال الماثر بورد اما راحة مختلفة تابعا للبروسر وتعمل فتعمل البروسر طبعا حاجات قديمة قوي 88 و88 حاجات قديمة قوي البروسرزيار قديمة ديت. وبعدين حصل بنتيام 1 و 2 و 3 و 4 و ال LGA واجيال مختلفة وما زال موضوع وصنعة البروسر ديت هتتطور بشكل عام. في شركتين واثياتين لصناعت البروسرزيار في العالم هم شركة اا انتل دي بتصنع ببروستسورين رئاسيين جدا هم بروستسور اللي هو احنا بنسميه البانتيام واللي غالب اجهزتنا بتعتمد عليه وفيه بروستسور تاني اللي هو السيلورد آآ كل واحده ميزاته عيوبه بس بشكل عام البانتيام احسن خلاص آآ في شركة تانية بنفسها لها اللي هي آآ آآ ام دي دي شركة بتنفسها وعمل بروستسور اسمه الاثلون ما نقدرش نقول مين فيهم الاحسن بشكل عام بس آآ اه وطبعا المتفوقة عالميا هي الانتل بالبروستسور بتاعها اللي هو بانتيام آآ بس بس شركة آآ الام دي دي شركة بتنفس آآ بقوة يعني فآ آآ احيانا كتير ممكن تستخدم بروستسورات بتاعتها بس دي كان لها بعض المشاكل آآ آآ مشكلة رئاسية فيهم كانت مشكلة الحرارة ان الاجهزة بتاعتها او البروستسور بتاعتها كان بتحتاج تبريد ازيد الماثر بورد اللوحة رئاسية ده شكل بردك لها وهي وهي موجودة لوحدها ده شكل البروستسور واحدة المعالجة المركزية وبينكبه ده شكله وطبعاً بتركب على المروحة central processing unit اللي احنا بنخصصه يسميه بروستسور او سي بيو احيانا الناس بتسمي الكيسة خطأا سي بيو بعض المناقج الدراسية بتقول الاااااااا اولاد في اهدادي او في ابتداء ايه ان الاااا ان السي بيو ديت هي الكيسة المفضل سيقول لهم system unit ان الكيسة بمحتوياتها هي system unit وليس cpu الذاكرة memory هناك ذاكرة دائمة رام وذاكرة مؤقتة رام رام هي الذاكرة المتطيرة يعني هي الذاكرة متطيرة يعني اول ما بط في الجهاز كل الحاجات اللي انا كنت عملتها لو ما كنتش سيفتها على الهارت لما كنتش عملت له عملية safe او safe as الحاجات دي بتطير كأنني ما فتحتها قبل كده فهي عشيك ده اسمها متطيرة الممور المموري المموري شكلها قدام حضراتك ده القطعة السوداء اللي قدام حضراتك دي في نوع منها جديد اسمه الفلاش بايوس كان زمان الروم ده ما نقدرش نغير في بياناته خالص فعشان كده يسموه read only memory يعني ذاكرة الحاجات اللي موجودة عليها ما نقدرش نمسحها ولا نكتب فوقيها ولا نغيرها خالص حصل تطول في الموضوع ده بس الاسم ما ما تغيرش ان احنا بقينا نقدر بشكل او باخر نغيرها عن طريق تقنية الفلاش بايوس دي تقنية الفلاش بايوس دي بني اسمحلي عن طريق اجهزة معينة او عن طريق برامج معينة ان انا اغير في محتوىات الروم كمان واحدسها واغير فيها واغير في محتوىاتها read only memory الاصل ال random access memory زجاجة الوصول على شوائل لشكلها قدام حضركم طبعا لها اشكال كتير جدا واجيال كتير جدا اشهر اجيالها هي DDR1 ده وبعدين 2 ونزل كمان 3 دي اشهر اجيال لها اجيال كتير زجاجة قدام حاضركم اشكالها مختلفة كتير ده دوقتي موجود دي وحدات القياس اول حاجة طبعا البت البت ده تستخدم كل حاسبات نظام الترقيم السناية اي تقوم بمعالجة البيانات البيانات يعني الكمبيوتر لا يفهم الرقمين صفر يعني الكهرباء ليس وصلة واحد يعني الكهرباء وصلة عن طريق الرقمين بيحصل ان احنا نقدر اتعامل مع الكمبيوتر بيعمله نظام اسمه نظام الترقيم السناية يعني ايه يعني القائم على الرقمين بس واحد اصف في هذا النظام كيف تحتاج الموز트 واحد 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 سفر و سبع وحي دولة تمان ارقام اللي هما تمانية بت يبقى ايه حرف ايه بيتمثل في الكمبيوتر بتمانية بت الجزئية دي انا قلت تعاطلها قبل كده في فيديو وفيديوهات سنقول له كمبيوتر اظن اسمه شرح وحدات التخزين فمحتاج زيادة في الشرح او تفصيل احبز ان هو يرجع لهذا الفيديو هذا الكيلو بيت بيكون من 1024 بيت يعني اه دايما حاجات بقى كلها مضاعفات لبعض البيت الاول اللي احنا بتسميه تقريبا يعني زي عملة结جية كمبيوتر عملة تخزين يعني اه ده كنه جنيه الكيلو بيت ده بقى 1000 جنيه بعدين الميجا بيت ده اللي هو 1024 من الكيلو بيت يعني 1000 في 1000 الكيلو يعني 1000 وده 1024 وطبعا 24 دولة زيادة عشان النظام ان احنا ماشيون به بس هو اصلا الكيلو المفروض ان هو يكون 1000 بس بس في الكمبيوتر نعتبر ان الكيلو 1024 او الالف مش الف الالف 1024 يعني الميجا اللي هي المليون اه فيبقى الميجا ديت مليون جنيه لو شبهنا البايت بالجنيه طبعا الجيجا اللي هي المليار بيتكوى من 1024 ميجا بايت وحدات التخزين وحدات التخزين storage devices اول واحدة من وحدات التخزين ده الهارد ديسك ده انا وشلت الكافر اللي ده هشوف ولا ايه مجموعة استوانات او بعض الشركات اه بتستخدم تقنية حديثة في الهارد ديسك انها بتخليها استوانة واحدة للستوانة ديت انا بكتب عليها البيانات عن طريق اه راس كده بتتحرك على الاستوانة اه الراس دي بتكتب علي استوانة البيانات وبعد كده لما تطفي الجهاز وتقيده وترجع تقيدها تاني اه تلاقي البيانات بتتقري معا محركات الاخراص اللي هي الزايب الزيد اي بي اه ده شكل قديم قوي ما عادش حد بيستخدمه من اشكال التخزين كان زمان الشكل ده ما وجود بنستخدمه عشان اه نخزن عليه بس الوقت مساعة التخزينية صغيرة وتقنية ما عادية شفت تستخدم في البيانات ما عادش بتستخدمه من المحركات الاقصر المدمجة ده اسمه الاسطوانة نفسها اسمه الاسطوانة المكان اللي منحط في الاسطوانة هو هو مكان ده 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 طبعا ده الدي في دي مش مش سي دي بس الاتنين نفس الشكل الاسطوانة السي دي ودي في دي شكلهم شكل بعض تماما بس الاخلاف في مساعة التخزين يعني الاسطوانات موجود منها اشكال والوان في مساعة التخزين بس بقى في كل بلد مشهور يعني مثلا احنا عندنا في مصر الاسطوانات غالبا بتبقى سبعمائة ميجا سبعمائة ميجا واحدة التخزين بتاعتي سبعمائة ميجا لكن الشركات في شركات تانية بدول تانية انا قرأت مرة انهم عملوا اسطوانات خمسة وعشرين جيجا اسطوانة سي دي خمسة وعشرين جيجا فموجود منها واحدات تخزين مختلفة بس طبعا ايه بتفشل بما بيقدرواش يسويقها كويس ما بيتلاقي بتبقى بطيئة ممكن لما تحطها في الجهاز تحتاج وقت كتير قوي منك فبتفشل في التسويق السوانة دي في دي بقى دي صورة متطورة وا صورة صراع وصورة لطيفة جدا سوانة دي في دي ممكن يكون سوانا وش واحد يعني ايه يعني زي السوانة دي لها ضهر كده مدام الظهر د 자신 لا بيلمعش ما يوجد UCLA اي حاجة يبقى مسي كتب عليها bli اللي هو واحد خلاص ممكن تكون وشين يعني السوانة الجزء النراحيتين من ناحيا دي والناحية اللي وراها الاثنين بيلمعهم دي اللي هو بوجهة وممكن تكون double layer يعني الاستوانة ديت. فيه طبقة هنا وفيه طبقة كمان تحت الطبقة دي. وهورا فيه طبقة هنا وطبقة كمان تحت الطبقة دي. فلا فيه طبقة خارجية. وطبقة خارجية. وطبعة تانية. وطبقة تانية. ازاي ممكن اصل لمساحات آآ أعلى. يعني احنا مسلا عندنا ده اربعة وسبعة من عشرة جيجا. ممكن تضربهم في اتنين. هيطلع لك مساح. اه مساحة دي كمان ممكن تضاعف بس مش هتضاعف قوي. الطبقة ديت وتبقى اقل من طبقة الخارجية يعني طبقة داخلية اقل من طبقة الخارجية بس انا اصلي ان الدي في دي له اشكال والوان كتير بمساحات مختلفة فالناس اصلي ما تستغربش لما تشوف مساحات اه 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 بمضاعفات مختلفة اه اه ما تعرفش تعمل معها وتفتكين انتعامل معها غريب لا هي تعمل معها عادي جدا زيها زي الدي في دي العادي طبعا ده بيضي الدي في دي طبعا دي في دي او سيدي اه بقنوعين بس آه ريد بس اللي هو بيقرأ دي في دي اللي هو انك شاريها من عند حد او حد النسخوا لي وانا سحطها في قلب الجهاز آآ اا في قلب الدي في دي عشان اقرأ اللي عليها بحيث ان انا اضطه مثلا على او بحيث ان انا اتفرج عليه كويس اخصر تانية اللي هي اللي احنا نسميها ريريت اللي هي عن طريقة اقدر انسخ الاอนات بيندقاء يا طيوجيا اجيذد معايور فاضية واكتب جوه الاستوانة دي الحاجة اللي انا عايزها اوحرق الاستوانة زي ما احنا بنقول. اه فا اه او دي في دي انه عند دقاء في دي في دي كمان اسمه خمسة في واحد. ليه بقى بيسمونه خمسة في واحد دي في دي ده? لانه بيقرأ استوانت السي دي. بيقراها يعني الحاجات اللي موجودة عليها بيخليك تشوفها. وبيكتب على استوانت cd. دي كمان حاجة. وبيقرأ استوانت الینة وبيكتب على استوانت ديفي دي. يعني بينسك استوانت ديفي دي فاضية يملاح. كمان من الممكن انه هو يعمل لك حاجة كمان انه هو يطبع لك الورقة ده. تختار النه يبقى موجود على استوانة وهو يطبعه. يعمل لك هذا الشكل باللت آه. على استوانة. يعني يجب الورقة دي كده وهو يطبع علي. دي مثلا تبقى بيضة وهو يقوم طابع عليا الشكل اللي انت عايزه. فهذا يبقى مفيد للناس اللي عايزة ببيع الستوانات او للشركات اللي ببيع الستوانات التيب باكب ده يعني ما عادش باستخدام او بس في حاجة عملية في الكمبيوتر انا نتعرض له كمان شو زي اسمها الباكب الباكب ده يعني عملية نسخ احتياطي للجهاز يعني الحاجات اللي موجودة على الهارد بحطها على حاجة فكانوا بيعملوا الشريط ده زمان بيحطه عليه بس طبعا التقنية ده التقنية ده ما عادش باستخدامها اليو اس بي فلاش ده ده بقى الفلاش اللي هي قد تطور مزهل في صناعة الكمبيوتر ان انت تقدر تخزن الحاجات دي على الفلاش الفلاش هي واحدة تخزين بحطها في قلب الجهاز في اليو اس بي بتاع الجهاز عن طريقة بقدر احط الحاجات على الجهاز ممكن استخدمها كوسيلة نقل ان انا اخد الحاجات من على جهاز معين كوبيو بيست وهو دي على جهاز تاني كوبيو بيست كأنها كأنها هارد يعني انا بتعمل معها زي زي الهارد مش زي الاسطوانة بحتاج ان انا نسخ عليها لا ده هي كوبيو بيست وكوبيو بيست مخارج الحاسب عندي اول حاجة بتقابلني فوق اللي هو البرساب لاي المكان ده اللي انا بحطه فيه السلك اللي انا بوصله بالكهرباء بلاقي في فتحة كده بتدخل هنا ده عشان البرساب لاي عندي ده الاثنين دولة اسمهم بقسة واحد بيبقى مرسوم عليه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الماوس. والتاني بقى ما تصوم على كيبورد بتحط فيه سلك بتاع الكيبورد. عندي بعد كده ده بيستخدم فيه بعض الاجهزة والبرالبورد ده بيستخدم فيه بعض الاجهزة تاني. بلاقي الفتحة شكلها زي الشكل ده. البرالبورد ده كان زمان بيستخدم غالبا في طبعاتك. مشهور او بموضوع الطبعات. كلها كانت تعمل بالبرالبورد. بس دلوقتي بقى يخليها يقص بين. هلاقي عندي تحت اربعة يقص بين. واحد اتنين ثلاثة اربعة. وبعدنا نلاقي الفيجا فيديو. طبعا الماظر اللي قدامنا ديت ماظر اه بلت ان. يعني ماظر جاية بالفتحات اللي فيه. ممكن الماظر تيجي فاضية. يعني تيجي ماظر بس. وانا نكب كل الحاجات دي بكروت خارجي. خلاص. الفيجا فيديو. اللي قدامنا اهو. ده بيوصل بالشاشة. يعني عشان اه بعد موسط الشاشة بالكهربا محتاج انها تتوصل زي ما قلنا كل حاجة في الكمبيوتر لازم توصل الماظر بورد. فبعد كده بوصلها هنا بالماظر بورد عشان تجيب الصورة على الشاشة. ده اليو اسي بي طبعا هنا الار جي خمسة واربعين ان اي سي. اللي هو الفتحة اللي انا بحط فيها الكابل بتاع بتاع النت عشان اوصل نت يعني بيبقى جايلي من الراوتر او من السويتش سلك او محطه هنا عشان اوصل الجهاز بالنت كده يبقى عندي نت. لما وصلتش هنا مش هيبقى عندي نت. بعد كده الاوديو جاكس اللي فتحت لنا بوصل لها الاوديو بقى في واحد للان وفي واحد القوت وفي واحد لمايك. اللي بحط فيه لما بيكون عندي مايك عشان اسجل الصوت عشان اسجل الصوت بتاعي او ادخل الصوت بتاعي جوه كومبيوتر او شايت مع واحد صوت. الان عشان ادخل الصوت عن طريق جهاز تاني ممكن يبقى عندي تسجيل وعايز يشغل التسجيل وسجل على الكمبيوتر. كلام اللي بيطلع من التسجيل احطه على الكمبيوتر. فبحط الاوديو ده غالبا اللي انا بستخدمه بوصله بالسبيكرز والصبوفر عشان يطلع للصوت من الكمبيوتر. خلاص? في حاجة هنا كمان اللي لقيها فتحة زي الفتحة ده اهي? بس بتتحط هنا بقى بالايه اللي هو النت بتاع التلفون اللي احنا مسميه ده نت بطيء اللي هو ستة وخمسين كيلو مودة. المودة من ده انا بضع استخدمه في ان اه اه الناس اللي معندهمش نت او ما عندهمش خدمة اه توصيل نت الخدمة دي اس اي ال او ايه دي اس اي ال. الخدمات اللي بالشكل ده والنت السريع. اه ممكن يوصلوا بجهاز عن طريق التلفون يوصلوا بالتلفون لو كان متاح في البلد طبعا لازم ان شرك التلفونات تكون بتقدم بالشكل ده. بعض الشكلات التلفونات ما عادش بتقدمه لانه هو بطيء جدا انه ما بيستخدمش. بس اه قديما كان بيستخدم من عدة سنوات يعني كان ده المتاح وآآ وطبعا اثبت فشل الزريع. دي الفتحات زي ما قلنا بس بعد ما اتكبرت عندنا البي اسي تو كي بورد كوننكتور بي اسي تو ماوس كوننكتور. وبعدين السيريال كوننكشن بورد الحاجات اللي بتتوصل بالسيريال ايا كان الجهاز. ممكن اجهزة كتيرة بتتوصل بالسيريال. ممكن مسلا النسكانة. ممكن الطبعة ممكن بعض اجهزة طبعات اهو. الفيجا. لعشان اوصل ايه البورد قلنا ده بيوصل اه طبعات القديمة. الشكل القديم منها. وبعدنا عند الفيجا ده كمان. خلاص في حاجة اسمها الجيم او الميدي بورد ده قلنا بنوصل بيه ايه الشكل من اشكال الدراعات او الجوستيك. تمام والاوديو قلنا بقى الاوت والان والمايكروفون. الاوت والان والمايكروفون وفي اتنين يو اس بيه. وفي اللي هو ايه اثر نيت لام بورد اهو. عشان اونا عايز اوصل الجهاز بتاعي بالانترنت. قلنا ده بتاع ايه بتاع الجوستيك. البورد ده مكانه بتوصل اهو ده الشكل ده كيبل بتاع طبعه اديم. او. البي اس تو ده شكله بيتحط هنا براعي ان المكان المفروض يتحط في الفتحة ديت فيها لاقي في فتحة كبيرة ومجموعة فتحات صغيرة. براعي بقى 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 اصبطا على الفتحة الكبيرة. بلاقي بقى الصغيرة كل واحدة جات في مكانه. ده بيبقى الكابل ده جايلي من الشاشة. بقى ما اخدونا من قلب الشاشة حطوه هنا. يعني جاي سلك ما طرفه عند الشاشة. ادي الشاشة. سلك طرفه عند الشاشة. وده وده الطرف التاني. فبحاول احط الطرف التاني ده في قلب ايه? في قلب الفتحة ده اللي هي موجودة في الكيسة او موجودة في المزر بورد. ده الاسهر نيت بورد. لما ما يحب يوصل نيت بجيبك الكابل ده هو اقوم حطه. هنطلق الفتحة ديت اللي احنا بسمعها الار جي خمسة واربعين. فيه انواع تانية من الار جي زي الار جي احداشر اللي هو بتاع التلفونات. بحطه هنا. المونيتور بورد زي ما قلنا شكله هو. اهو. الشكلين ده بيتحطوا بقى هنا او هنا زي ما انا شايفين في السوق. اليو اس بي ده اليو اس بي اللي انا بحط فيه بيستضمه في اجهزة كتير. اجهزة حديثة كتير. اليو اس بي ده اختراح عظيم جدا. ليه? ان فتحة اليو اس بي ديت لو فرضنا ان انا طلعت منها واحدة يو اس بي. كويس? وبعدين من الواحدة يو اس بي ديت ده مشترك. هطلع منه سلك وسلك 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 كمان وسلك كمان. وكل واحدة في اخرها واحدة يو اس بي زي دي. طب انا استفدت الوقتي ان انا اقدر اوصل خمس اجهزة. مش جهاز واحد. على يو اس بي واحدة. على فتحة واحدة. اقدر اوصل خمس اجهزة يو اس بي. كويس? هل انا اقدر اوصل خمسة بس? لا. التقنية ديت معمولة وتقنية يو اس بي معمولة بحيس ان الفتحة يو اس بي تقدر تشيل. طبعا لو كان في مشترك. تقدر تشيل مية سبعة وعشرين جهاز. يعني انا اقدر احط في فتحة يو اس بي مية سبعة وعشرين فلاشة. او مية سبعة وعشرين طبعا. او خمسين فلاشة ومش عارف كم طبعا. او ايه? احنا اقدر اعمل منها فتحة يو اس بي واحدة بالنسبة لي حاجة رهيبة. بس لو كان عندي المشترك ده. تمام? طبعا ما انا لو لو حطت فلاشة واحدة ما خلاص ما كانت تاخد. انما لو لو عندي مشترك هيبقى التقنية ديت رهيبة بالنسبة لي. ده هو اللي احنا بنقول عليه. ده ارز احداشر اللي احنا بنصد به جسد التلفون. مناخد من التلفون واحد زي ده ونحطه هنا. الميني اوديو جاك ده الشكل اللي احنا بنعتاده ونقوم ونحطينه في اي فتحة مفتحات ديت حسب ما احنا عايزين نوصله. اذا كان بتاع اه مايكروفون بنحطه في قلب الميكروفون. اذا كان بتاع ان نحطه في الان اذا كان بتاع اوت نحطه في الاوت. هو غالبا طبعا بيبقى في الاوت عشان نوصله بالسماعات بتاع الكمبيوتر عشان الصوت يطلع من الجهاز. في حاجة اسمها الكارت اللي هو ايه? الكروت. في ماذر بورد بتيجي فضية. يعني ماذر بورد ما بيجيش فيها. لصوت ولا ولا صورة ولا نت. لصوت ولا صورة ولا نت. بمعنى ايه? لو رجعنا الاشكال الماذر بورد القديمة اللي احنا اجي منها. طبعا هنرجع ورقة كتير. لو رجعنا الاشكال الماذر بورد نصيب. في الحاجات اللي احنا قولنا عليها ايه زي ما حضرتك شايفين فيها. انا هنلاقي الماذر بورد في الحاجات اللي احنا قولنا عليها دي. ايه موجودة داخلها 1969 في ماذر بورد بقى مازر بورد ما saben PA فيها طروع من الصوت ولا مكان في petroleum يعني انوصل بالشاشة ولا مكان للنت فالماذر بورد مناطلها بلت قوي يعني ماذر بورد بتيجي فضية وكل ركب الحاجات في الحاجات التي نحن ذكرها اللي قدامنا ذي لوحة فضية في كميوتر واحد بتاعة كارت الفيجا اللي انا بوصل به فيديو الشاشة واحد بتاع كارت الصوت و واحد بتاع كارت اللان اللي موصل مยد للن الصوت هذا منوصله بسماعات الكمبيوتر الفيجا هذا منوصله بالشاشة الهنوصله بالنت كارت ان انت بصر بني. فبقى اضطلت اضطلت كروت. يبقى في مزر بتيجي اسمها بلت اوت. اه طبعا احنا ليه تقنية بلت اوت مش شاعة عند الناس كتير لانها تقنية غالية. لان المزر بلت دي بي اسعالها غالي. اه وفي نفس الوقت بنجيب كروت كمان فسعالها بيرتفع قوي. لما اجيبها انا بلت ان بي بيقى موجود فيها كل حاجة وبرحة ما وخلاص. فالحاجات وده اربعة عندهم. اه زي بعض. ففي انواع كتير من اشهر انواع في هم اسمه بي سي اي زي اللي قدامنا ده. بي سي اي. فالا انا بحط في قلبه الكارت. بحطه في قلبه الكارت. الكارت زي الاشكال اللي احنا شفناها من شوية. الكارت اللي لما انا بحطه في قلب الاكسي بيزهر لي بيديني الامكانية اللي ما كايتش موجودة عندي. دكارت. بحطه corporal المكان ده بحطه filing hall ili شهرت عليه. يبقى كده بقى عندي حاجة اسمه الصوت واحد من دولار بيدي مايك واحد بيدوده ان واحد بيدوده الا Worth واحد بيعمل حاجة ثالثة وفيه كمان ما رابع قصدي وفيه كمان واحد لو انا عايز اوصل الجهاز بجورستيك. مش هلاق في الجهاز الحكاية ده. لو جهاز n لو صفيت호 قوت اصد. لو جهاز بالت.�� flagship من ما هلأهيته موجود محاجه على كارت الشاشة. حسنا. انما ده بقى شاشة. الالواع الحديثة من كارت الشاشة بيبقى موجود فيها. اهبروا السيسور وريمات يعني كارت الشاشة ده عبارة عن جهاز. كارت تصفيته امكانات فزيعة وسرعات فزيعة عشير كده بيبقى ومكلف. فودة كارت الشاشة. كارت الشاشة له فتحتين فتحة الفيجا وفتحة الفيجا فتحة الفيجا هلاقي فتحة فوق كده الوحيدة لا شكله معين وفتحة البيساي يلاقي و ôngي 두 날 موجود كده بموجود كده بيس ايauth invaded مختلف تايما الحاجات المختلفة على ابت NV 8 ت emitted with their group o the tbit وهي هلاقي فيها واحدة فيها ينطف الفياسي que I again البعض في كرت الشاشة هل في كرت شاشة بتعطي فىكogens اياه موجود بعد الانتورك كمان ممكن احط لكي يبقى عندي نت. بعد جده اللي هو المدم الذي انا عايز اوصله ممكن استخدامه في تخنيه والممكن استخدامه في الدخول على الانترنت بس بالسرعات بطيئة البرمجيات بقى السوفت وير انا عند البرمجيات نوعين برمجيات نظم التشغيل للابرمجيات تطبيقية للابليكيشن سيستم يعني نظم التشغيل يعني النظام اللي بيشغل الكمبيوتر اللي هو احنا عندناه نسميه الوندوز او غالبا نستخدم حاجة اسمها الويندوز. الويندوز اللي احنا متعونين عليه اللي هو في ستارت وفي كمبيوتر وفي الحاجات دي عدد. آآ دي تقنية من تقنيات او نظام برماجيات او شركة مايكو سوفت اللي اختراعات. في تقنيات تانية منافسة. برماجة تطبيقية بقى اي برنامج انا بستخدمه زي ادوب ريدر زي الورد زي الباور بوينت زي الاكسس زي الانترنت دي برماجيات تطبيقية. بعضها بيجي مع الويندوز وبعضها ما بيجيش مع الويندوز. بنحتاج ان احنا نجيبه آآ لو كان من شركات تانية او حتى من شركة مايكو سوفت. فالبرماجيات ونظم تشغيل دي تتأمر بمواحل تطور كتير. فكان من اشهر ومن اوائل نظم التشغيل نظام الدوس. اللي هو النظام. اللي هو الشاشة سودة وبنكتب فيها الاوامر اللي احنا عجبان. طبعا النظام ده هو كل الانظمة آآ متراكبة فوق بعضها. يعني الدوس ده موجود عندها في الجهاز الاجهزة الحديثة. بعض الاوامر وبعض الحاجات لما بتستخدم هذه التقنية دي بنلاقي ان هي اسرع واحسن. بالنسبة لنا في بعض الحاجات. كما ان النظم التشغيل كلها مبنية على بعضها. يعني شركة مايكو سوفت عمل الدوس. وعمل بعدها حاجة. فخدت الدوس خليته نوال الحاجة ديت وبعدين وسعت. وبعدين عمل التقنية تانية وسعت. وعمل التقنية. فالحاجة الاصلية هي البنية الاساسية اللي انا بابني عليهم. وبعد كده بطور. فالدوس ده آآ تقنية عظيمة جدا مبني عليها الجهاز. بعد كده حصل ويندوز تلات احداشر. طبعا الوندوز تلات احداشر ده كان طفرة رهيبة جدا لان احنا بدأنا نتعامل مع الصور. لو لاحظت هنا هتلاقي ان هنا كل الكلامة في الصور خالص. ان كل اللي يقدر عمله على الكمبيوتر دخل ارقام وحروف. وعلامات. طبعا احنا عرفين ارقام وحروف العلامات لقاء الاشكال اللي زادي. اي شكل مشكلة بيسمع على معامة استفهام. آآ يساوي زائد نقص كل دي علامات. فهنا كان في تقنية متطورة جدا ان انا قدرت اعمل حاجة اسمها ان الكمبيوتر يبقى فيه صورة. يبقى فيه ايكون. ولما الاختراع ده ظهر بدأ يحصل موضوع وجود الماوس. مدام فيه صورة اي بعض اعمل الساهم اللي موجود ده. واستخدمه ان انا اضغط على الحاجة اللي انا عايزها بحيث ان انا اوصل لي. ليه موضوع بحيث ان انا استخدم الموضوع في حاجة انا عايزة فان او شايفين شوف البروجرام مانجر. فايل وابشنز و ويندو وابشنز ويندو. وكتنا ما تخش عليها ده المين. الويندوز ده تعتشار ده حاجة حاجة يعني كالطفرة هائلة. بعد جدا اللي هي واجهة الرسوم والتطبيقاء زي ما احنا قلنا. كان زمان النظام هو الكماند لاين اللي احنا مشنعليه command line interface c li c li اللي هي command line interface command line يعني انا بكتب سطر وضغط على enter يقوم الحاجة اللي انا طلبتها التعامل الجي و اي بقى النظام الحديث اللي احنا بنوعه ده اللي هو graphic user interface ده استخدمنا في اه تقنية انه يبقى فيه صورة يبقى فيه رسمة فبقى ايه بقى الموضوع متطور واسهل وده اللي خلق كمبيوتر يقدر التعامل معه مختلف فئات الناس انما كان زمان في command line اللي هو الدوس اللي هو الشاشة السودة ده مكتش احدى بيقدر يتعامل مع كمبيوتر غير محترف استخدام الكمبيوتر ويندوز اه خمسة وتسعين ده برده كان تطور لموضوع تلاتة احداشر وكان شكل مشكال لطيفة جدا بس كان فيه مشاكل اتطورت وحصل انه جيه بعده ويندوز بعد تلاتة احداشر جيه بعده اه تطوير بتاعه جيه بعده الاني تي ومعد جده جيه لثمانية وتسعين وبعد جده المينيوم بعد جده الالفين بعد جده الاكس بي بعد جده الفين وثلاثة بعد جده فيستا وبعد جده كمان شركة ماكروسوفت نزيت ويندوز سبعة ويندوز الفين وثمان بعد جده اليونيكس ده شكل اخر من اشكال تطبيقات البرمجيات اه ونظم تشغيل يونيكس ده يعني ناس منافسين لماكروسوفت ناس اه مش عايزين الشكل اللي بتعتمد على ماكروسوفت في التعامل اه وشايفين شركة ماكروسوفت محتكرة موضوع نزم التسغيل ومخليها العالم كله شغال على الويندوز فعملين حاجة اخرى بشكل اخر بشكل مختلف محتاج ان انك تتعامل معها بالتقنية مختلفة محتاجها لحد ما احترافية شوية في التعامل معنا في حاجة كمان اسمها لينوكس ده شكل اخر نزم تشغيل بس اشهرم على الاطلاق والويندوز بكل اصداراته بعد جاء بقى البرمجيات التطبيقية كده تخلصنا من نزم التشغيل هنخلص بقى في البرامج التطبيقية نستخدمها في ان احنا نوصل على تطبيق معين ان انا كتب كتاب ان انا اعايز اعمل اه فيديو معين ان انا اعايز اعمل اه منتاج انا اعاي حاجة من اشكل التطبيق فانا عندي البرامج معلجة النصوص عندي بلنامج اسمه ميكروسوفت وورد ام اس وورد. عند برنامج اسمه لوتاس وورد بروفيشنال. او لوتاس وورد برو. وعندي برنامج اسمه وورد بيرفكت. عند الام اس وورد ده بمختلف اصداراته مشهور جدا. وآه اغلب الناس بتستخدمه. هو البرنامج اللي هستخدمه في كتابة الكتب او كتابة الابحاث. او آآ كتابة الاوراق العلمية. او كتابة المذكرات كل الحاجات ديت. اي اي باستخدم فيها الjs Way. اشهر برنامج بيستخدم في الموضوع ده. دي الجداول الالكترونية اللي بيستخدمها غالبا المحاسبين والمهندسين في ان هما يعملوا علاقات ما بين الالقام والجداول. بحيث ان هما آآ يسهلوا على نفسه موضوع الحسابات الكتير اللي هما بيعملوها بحيث ان الكمبيوتر هو اللي يعمل الحسابات ديت. او برنامج بيعمل الموضوع ده هو برنامج الامي اس اكسل ميكروسوفت اكسل وبنمج اللوتاس واحد اتنين ثلاثة او لوت اسمية تاتة وعشرين لوتاس واحد اتنين ثلاثة خلاص الديتابيز الامي اس اكسس اه في شكل من اشكال تطبيقات الكمبيوتر الوقع عاد البيانات بمعنى ان انا عايز اكون مجموع بيانات عن بس انا اتطلبة الموجودة في المدازة الفرانية او المصريين الناس اللي بينهم علاقة مشتركة يعني عايز اعمل باجموع بيانات عن مصريين انهم عددهم قد كده بيموت في السنة قد كده بيتولد في السنة قد كده مثلا المدازة دي بخصوصها كل سنة كزا طالب بينجح كزا طالب بيسأل كزا طالب فلازم انها من الحاجة اسمها اه قاعدة بيانات قاعدة بيانات دي بتشمل بيانات عن عن الناس دي كلها او عن الحاجات دي كلها بنستخدم فى تقنيات مختلفة منها تقنيات مستخدمة في برنامج الامي اس اكسس ده برنامج من قاعدة البيانات القوية والمشروع جدا اه في تقنيات انا اسمها الامي اس اس كيو ال ماكو صوفت برضك اس كيو ال في تقنية تالتة ومشهورة وقوية جدا مشايعة بشكل كبير جدا في العالم دلوقتي ومنافذ قوي جدا اللي هي الايه الاوراكي بعد كده البرزنتيشن زي البرزنتيشن انا بقديمه لحضراتك ده اللي هي ان انا اعمل عرض بحيس ان انا اقدم حضرة او اعلم حد حاجة فالعضة التقديمية البرزنتيشن او والباور سو دي بنستخدم في التقنيات انا فيها اسميها باور باور سو. بنستخدم في البرزنتي انا انا اسمه ماركوسوفت الماء وطبعا الفلاش من بورمج يعود اخديمية بس الفلاش بيعمل حاجات تانية لجانو الموضوع العود اخديمية بيعمل حاجات تانية اضافية ممكن يعمل صور متحركة وممكن يعمل comparesش باخترار مدسيشن وممكن يعمل حاجات كثير options ببنامج برنامج لاوتوكد لرسم Florence والبرزنتيشن لمحالجة الصور والرسومات. برامج المالتي ميديا مثل برنامج كامتاسيا ستوديو. هذا هو برنامج الذي سأستخدمه في تسجيل محاضراتك وذلك يستخدم في أن سجل محاضرات والأصوات. برامج أو برمجيات إنشاء موقع الويب. من أشهر برامجات إنشاء موقع برنامج موقع تقنية قديمة لحد ما وفيه حاجات ولغات برمجة ولغات تصنيع مواقع ويب دلوقتي أحدث وأكثر وتطورا منه. لكن هذا من أشهر برامج الذي تستخدم في عملية صناعة المواقع الويب. أنت تصمم صفحة موقع وتصمم مجموعة صفحات كمان وتربطهم ببعض فتبدأ تعمل موقع على الانترنت. الشبكات نأخذ فكرة عنها سريعة الشبكات بتنقسم لنوعين لان وان. شبكة لما تبقى في مساحة صغيرة يعني موجود أجهزة قريبا من بعضها في مكان محدد مثلا في شركة واحدة في جامعة واحدة في مدرسة واحدة. هذه الشبكات كلها اوصلها ببعض. هذه الشبكات كلها اوصلها ببعض. الشبكات دي كمبيوترات اجهزة الكمبيوتر اللي قدامي دوت. اوصلهم ببعض. فأنا كده عملت ما بينهم شبكة. طبعا استفدت ايه؟ ان بقى كل الجهاز متوصل بالتاني. فأنا اقعد على ده ده مساحته واحد. وده مساحته واحد. ده مساحته واحد. ده مساحته واحد. ده مساحته واحد. وده لو انا اعدت على ده هيبقى قدامي مساحة واحد. هنفض الجهاز مساحت واحد جيجا. اه الجهاز او اللي على الجهاز ده قدامي واحد جيجا. فالواحد جيجا ده بس هو اللي نقدر استخدمه. انما هنا وانا اقعد على ده اللي هو متوصل ببائيين. انا قدامي واحد وخمسة كمان. فقدامي ستة. يبقى انا هنا قدامي ستة جيجا. يبقى انا قدامي واحد جيجا انه مش متوصل بحاجة. انما دهك منه متوصل باخواته. فاقدر اخش على اي واحد منهم وسجل عليه واشتغل عليه. وانا قاعد على نفس الجهاز فالتقنية ديت هي تقنية الشبكات اللي توصلناها مع بعض. طبعا ده سهل حاجات كتير. وقده تطور كبير في علوم الكوميوتا. الوان بقى ان انا سبب اه ان انا اربط ما من اجهزة على مسافات بعيدة. في بلد واحدة في اه دول متجورة. فعملوا اكبر شبكة في العالم اللي هي شبكة الانترنت اللي وصلنا كل الشبكات ببعضها على شبكة واحدة. وحاولنا نعمل شبكة عالمية او شبكة عن كابوتية زي ما بيسمون. فانا عندي ازا ما قلنا شبكة محلية. بيبقى في اه مجموعة اجهزة بنوصلهم مع بعض. وبقى فيه سيرفرز وبقى فيه هنا موضوع قبل الله. تفاصيل تقنية مش مش موضوعنا. بس اصل ان مجموعة الاجهزة بتبقى قريبة من بعضها. في الوان دي بقى اجهزة بتبقى على مساعات كبيرة. فعم جايب لك هنا اشهر مثال على شبكات الوان هو الانترنت. ان انا وصلت اجهزة الكمبيوتر من جميع العالم من جميع انحاء العالم ببعضها البعض واستخدمت تقنية مختلفة زي مسلا واستخدمت شبكات واستخدمت طرق مختلفة استخدمت السلوك واستخدمت السلوك بتاعت البحر والمحيطات واستخدمت تقنية مختلفة كل التقنية دي بتتلاحها مع بعضها في الاخر بتعمل لي شبكة قوي جدا زي شبكة الانترنت. موضوع النسخة الاحتياطي وهو ان انا عند بتاعي ممكن يجرى له اي حاجة. فالحاجات والبيانات اللي معتوطة عليه ممكن تضيع. طبعا قد تكون النهاردة ده مصدفة مؤسسة كبيرة في بنك مسلا ففي حسابات العملاء في اي جهاز او مؤسسة كبيرة. فانا تجنبا ان المشكلة ديت بعمل موضوع نسخة اطياطة وهو ان انا بعمل نسخة على اصطوانة او على فلاشة او على اي وحدة تخزين او اصطوانة او دي في دي بي دي بعملها ان انا احفظ نسخة كاملة منين حاجات ديت على الوحدة التخزين ديت او على السيدي السيديهاية ديت او على دي في دي دي ده خلاص بحس ان انا اه بعد كده لو الهارد ده تحرق فهرميه واجيب واحد جديد فحط بقى نفس الحاجات اللي كانت موجودة على القديم عن طريق الاستوانة وعن طريق الفلاش احطاها على الجديد طبعا ممكن بعض الناس يستخدم التقنية ديت فان هي تحفظ البيانات بتاعتها لو البيانات بتاعتها مهمة وصعب استرجع. في حاجة اسمات فيروسات الكمبيوتر ان بعض البرامج في الكمبيوتر بتبقى برامج مضرة بيصنحها بعض الناس او بتنتج نتيجة بعض الاهمالات والتراكمات بيبقى السلوك هي ما بتقعاش فيروسات لو جايها من الاهمال ما بتقعاش فيروسات بس بقى لابعة السلوكات المصابحة لموضوع الفيروسات بمعنا انها بتضر جهاز الكمبيوتر ففي برامج بتحمينا بموضوع الفيروسات ده اه اسمها برامج الانتفيروس بمختلف اشكالها وانواحها المشهولة جدا ومتعرفة للناس زي الكاسبارسكي والااا والاا والنود اتنين وتلاتين والنورتون والمكافي وانواح كتير اوه اشكال كتير اوه فيه عشرات بالمئات الانواع من الانتفيروس المشهورة اللي انت ممكن تستخدمها بحيث انها تحميك من الفيروسات حماية البيانات الحماية بتاع البيانات دي حاجتين اساسيتين حاجة الاولانية ان احنا نحميها من السرقة المادية او السطول المادي ان مثلا جهاز الكمبيوتر بتاعك تكون عليه بها مهمة في الشركة فتقومت السرق فالابد انك تحمي الكمبيوترات فلو انت روحت مثلا شركات الكمبيوتر هتلاقيهم حطين الهارضات فقلب اه اه دولاب وقفلين عليه وقفلين عليه بقفال وعملينه نظام تأمين الكتروني بحيث لو هارض حاول السرق او لو هارض حاول لحد اسرق او اي حاجة اه يكون في انزار ويكون في حماية كمان انك تحمي نفسك من الهاكرز ومن الفيروسات ده نوع ده النوع التاني انك تحمي نفسك من الهاكرز ومن الفيروسات عم ضريق برامج الصوفت وير شكرا انكم على حساس معكم وارجوا انكم تكونوا قد استفدتم معنا واسف جدا للاطالة بس انا فضلت ان الفيديو تكون على بعضه اه بحيث ان هو يسهل على الناس ان هي تتابعوه وآآ ياريت الناس الفيديو بالنسبة لها طويل تتفرج عليه على مراحل